أعزائي الطلبة في فيديو جديد مشارع مادة جاية تقنية إن شاء الله في هذا الفيديو رح نكمل على موضوع الـ Classification للروك وندخل في الموضوع الثاني أو النظام التصنيف الثاني للروك أخذنا سابقا في المحاضرة الماضية موضوع الـ RQD أو الروك Quality Designation وشفنا كيف الـ RQD من خلاله أنا بناء على قيمة الـ RQD بقدر أصنف الروك طيب نيجي الآن لتصنيف أو يعني للنظام من أنظمة التصنيف المهم جدا أعرفه واللي هو Geo Mechanics Classification أو الـ RMR واللي هو اختصار للروك ماس رايتنج تمام طيب فالروك ماس رايتنج اختصارها هو الـ RMR وبكل بساطة هذا النظام مبني على مجموعة من الـ Parameters اللي أنا بدي أشوفه أروح أطلحها من الموقع تمام فأنا بدي أروح الموقع أخذ شوية كورز أخذ شوية عينات أقوم بإيجاد الـ Parameters الخاصة بهذا النظام بعدين أقيم الصخر أوجد قيمة الـ RMR واللي هي عبارة عن قيمة رايتنج وهي قيمة أقل أو تساوي 100% تمام وبعد هيك من خلال هذا النظام بالرجوع إلى مجموعة من الجداول أي ورح أقدر أحدد إيش نوع السبورت اللي أنا بدي أحطه جوا التونيلز طيب الـ Span كل قديش مثلا أجي أحط هذا السبورت وغيرها من التفاصيل اللي أنا بدي أدرسها في موضوع الـ RMR في البداية كيف أطلع قيمة الـ RMR قيمة الـ RMR عشان أطلحها في عندك 6 Parameters أنت من خلالهم رح أطلع قيمة الـ RMR كل Parameters رح يعطيك رايتنج معين مجموعة الـ Ratings الناتجة عن هاي الـ 6 Parameters رح يكون عبارة عن قيمة الـ RMR اللي أنا بدي إياها من خلال هذا الـ Classification System طيب فبحكي لك أول Parameters والـ Uniaxial Compressive Strength of Intact Rock Material وهو عبارة عن الـ Unconfined Compression Strength من الـ Intact Material يعني على سبيل المثال الـ Intact Material تقدر تجيب هاي القطعة مثلا الـ Intact اللي حكينا عنها في المحاضرة الماضية وتقوم بعمل عليها الـ Unconfined Compression Strength تجيب هاي القطعة تعمل عليها الـ Unconfined Compression Strength تشوف قداش تطلع عندك الـ QC أو الـ Unconfined Compression Strength أو الـ Uniaxial Compression Strength وبناءا عليها تقدر تطلع قيمة الـ Ratings وطبعا الـ Ratings بزيد كل ما كانت القوة أعلى وكل ما كانت جودة الصخر أعلى لأنه الـ RMR ممثلة لـ Quality للصخر الموجود عندي أو للـ Bedrock اللي أنا بدي أعمل فيها التونيلينج تمام؟ النقطة الثانية الـ Rocky Quality Designation اللي هو الـ RQD والـ RQD نحن نعرفه أنه عبارة عن مجموعة اللينكث أخذناه في المحاضرة الماضية مجموعة اللينكث الأكبر من 10 سنتي على الـ Total Length تمام؟ وبتم إيجاده عن طريق أنك تستخرج Core من الموقع وطلع لها الـ RQD وبينانا الـ RQD الـ RQD رح يعطيني Ratings أيوة لـ RMR طيب أيضاً عندنا والـ Spacing of Discontinuities أيوة أول إشي حكينا عنها سابقاً إنها عبارة عن الـ Joints أو عبارة عن الانفصالات اللي بتصير في الطبقة الصخرية تمام؟ فأنا في عندي فواصل بتصير في الطبقة الصخرية فلو هاي بدرك وأنا هاي مثلاً قلنا هاي في عندي شروخ أو انفصالات بتصير في الطبقة الصخرية فهاي الـ Discontinuities في بيناتها Spacing يعني أنا في عندي هاي Joint Set منسميهم هذولة ما معنى الجوينت سيت في البداية الجوينت سيت الجوينت سيت بكل بساطة هي عبارة عن مجموعة من الانفصالات أو مجموعة من الـ Discontinuities أو الـ Joints اللي إلها نفس المواصفات اللي إلها نفس الدب ونفس أيضاً الـ Strike فهي بتشترك بجميع الخصائص يعني هي مثلاً هذول الـ Discontinuities كلها تم لهم نفس الزوايا نفس الميلان نفس الدب نفس الـ Strike وبالتالي بنسميهم Joint Set تمام؟ اللي هم مجموعة من الـ Joints ماشي؟ واللي هم عبارة عن جوينت أو أكثر طيب ماشي فأنا هنا قاعد بحكي عن Spacing بين الـ Discontinuities فإنو أنا كان عندي Joint Set هنا وعندي Joint Set هنا في عندي Spacing بيناتهم أو مسافة بيناتهم فالـ Spacing هاي رح تعطيني Indication على الـ RMR تمام؟ وبالمنطق إنه كل ما زادت هاي الـ Spacing يعني كل ما بعدت الجوينت عن بعضها معناة الـ Rating أحسن لـ Quality لهذا الصخر أحسن لأنه كل ما قربت الجوينت من بعضها البعض وصارت أقرب معناة الصخر هذا بيكون أضعف وفيه كمية جوينت أكثر تمام؟ طيب النقطة الرابعة اللي هي Condition of Discontinuities واللي هي الظروف اللي بتكون يعني محيطة في Discontinuities أو الظروف اللي موجودة فيها هاي الجوينتس يعني هاي الجوينتس إيش الماتيريال مثلا فيها؟ طيب كم الفراغ اللي هي عملته؟ هل هي عملت فراغه ولا لا؟ تمام؟ هل في عندي يعني الشرخ هذا إلو عرض ولا ما إلو عرض؟ لو إلو عرض طيب قديش هذا العرض؟ هل هو مؤثر بشكل كبير ولا لا؟ وهذا الإشي رح نشوفه لاحقا بناء على جداول معينة طيب خمسة Ground Water Conditions اللي هي ظروف المياه الجوفية ظروف المياه الجوفية يعني هاي المياه الجوفية قديش مثلا مقدار انفلوه؟ أي وقداش مقدار تدفقها؟ هل تدفق بشكل كبير للتنين؟ يعني لو أنا حفرت التنين هل رح يصير في عندي تدفق للمياه الجوفية بداخله؟ فأنا بدي أعرف هل هذا الإشي موجود ولا لا؟ أنا أقوم بحل هاي المشاكل الموجودة عندي واللي رح يعطيني الـ RMR Indication عليها وإنديكيشن على كيفية حلها وكيفية وشو الألية السبورتس اللي أنا بدي أحطها وأخيرا في عندنا الـ Orientation of Discontinuities اللي هي اتجاه الانفصالات هاي الاتجاه الجوينتس الموجودة عندي هل أنا الحفر عندي أو عملية التنين هي جاي مثلا باتجاه الـ Strike مثلا مش احنا خذنا في Strike وفي دب طب هل عملية الحفر جاي بـ Parallel to Strike ولا Perpendicular to Strike طب قديش زاوية الدب لأن الدب أنجل عندي فعليا رح تأثر على الـ Assessment أو على التقييم الناتج من الـ Orientation of Discontinuities وبالتالي رح تأثر على الـ Rating طيب فنيجي لهم واحد واحد طيب في عندنا أول براميتر عندي اللي هو الـ Uniaxial Compressive Strength of Intact Rock وهذا الاشي Uniaxial Compressive Strength of Intact Rock قولنا أنه بيكون بساطة عندك أنت بتجيب Core تمام؟ هاي الكور بتكون Intact بتروحها لجهاز Uniaxial Compressive Strength بتعرضها بتطلع لها مقدار الـ QC تمام؟ اللي هي Unconfined Compression Strength وبناءً عليها رح يعطينيه ريتنج هون تمام؟ طيب في بيحكي لك لو كانت عندك الـ Compressive Strength بالميجا باسكال أكبر من 250 فإنه الوصف بتاع هذا الصخر إنه قوي جدا extremely strong ولو كانت من 100 إلى 250 معناته very strong قديش الريتنج لها هون؟ 12 هون الريتنج لها 15 طيب لو من 50 إلى 100 معناته الصخر عندي strong تمام؟ بالإضافة إلى أن الريتنج 7 طيب من 25 إلى 50 عندي medium strong يعني القوة عندي متوسطة تمام؟ الريتنج أيضا عندي 4 طيب لو كانت من 5 إلى 25 معناته الصخر عندي صار weak صار ضعيف والريتنج تاعه هو 2 طيب لو كان عندي من 1 إلى 5 فهو very weak والريتنج تاعه بكون 1 وأخيرا بكون عندي extremely weak إذا كان أقل من 1 والextremely weak حكينا عنها سابقا إنه عبارة عن حالة بكون فيها الصخر أشبه بالتربة تمام؟ إنه بتفتت بشكل سريع جدا والريتنج تاعه هلاحظ إنه بكون 0 تمام؟ فهذه الريتنج يعني أنا بس الكل علي أعرفه الكيو سي كم بقدارها وبالتالي أنا بقدر أطلع الريتنج من هون أو أعرف نقطة ثانية وهي الpoint load strength تمام؟ الpoint load strength بالميجا باسكال يعني قديش أيوة قوة تحمل هذا الصخر عن طريق الpoint load strength وهون المقصود بالpoint load strength إنك تجيب القطعة الصخرية الانتاك ترك بهذا الشكل وتحط عليها load بهذا الشكل وهنا طبعا بكون في عندنا two supports تمام؟ أيوة بظل لك تحمل فيها تحمل فيها تتنكسر تمام؟ اختبارات الخرسانة أيوة وهذا ما نسميه point load strength ورح يعطيني بقول لك إذا كانت extremely strong رح يعطيني 8 ميجا باسكال أما إذا كانت very strong رح يعطيني من 4 إلى 8 ميجا باسكال إذا strong من 2 إلى 4 وإذا medium strong من 1 إلى 2 أما إذا كان الصخر weak فأنا بقول لك استخدم U.S.C.S أي is preferred يعني يعني يفضل أنك تستخدم هنا كمبريسيب strength تمام؟ وبرضو بالنسبة لل very weak وبرضو بالنسبة لل extremely weak يفضل أنك تستخدم ويعني بناء على كمبريسيب strength فإذا أعطاك point load إذا أعطاك point load ستكون بين هذول الأربع قيم تمام؟ أيوة أما إذا أعطاك كمبريسيب strength فأنت رح تكون ضمن هذول القيم كاملات وبناء عليهم بس أنه يعطي قيمة point load أو كمبريسيب strength ستقدر تطلع الريتنج مباشرة وهذه أول قيمة الريتنج اللي لازم أجمع لها القيمة الجاية اللي رايحين نطلحها بناء على RQD RQD زي ما بنعرف ومجموع لطول الأكثر من 10 سانتي على total length ضرب 100% وبناء على RQD فإن قيمة RQD لو كانت من 90% لـ 100% معناته الوصف بتاع الصخر بكون excellent وبكون الصخر ما في discontinuity كثير تمام والريتنج بكون 20% لو كان RQD من 75% إلى 90% فإن الوصف بتاع الصخر بكون good وبالتالي الريتنج عندي بكون 17% طيب لو كان عندي RQD من 50% إلى 75% فإن وصف الصخر بكون fair يعني متوسط القوة تمام أو متوسط إنه ما يكون في يعني انفصالات كثير أي والريتنج بكون 13% طيب إذا كان عندي الصخر poor معناته الRQD بتكون عندي 25% إلى 50% والريتنج عندي بكون 8% وأخيرا لو RQD أقل من 25% الريتنج عندي بكون 3% وبكون الصخر عندي very poor هاي بنسبة الRQD مع الريتنج فالآن لو جينا حكينا مثلا كان في عندي صخر مثلا الـ compressive strength إلى 100% إلى 250% معناته الريتنج إلى 12% فإذا أول ريتنج عندي جبته 12% بدي أجمع له الريتنج الثاني لو كانت RQD 55% نفس RQD اللي طلعناها بالمحاضرة الماضية 55% يعني هاي 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 الريتنج 13% فأجمع 13% زائد الريتنج ما حكينا ممكن يكون في عندنا يعني مجموعة من الانفصالات بهذا الشكل أيو وبالتالي هاي بين اتهم spacing تمام طيب وبناء على spacing اللي بين بيناتهم أنا بقدر أجي أطلع الريتنج فقال لك لو كانوا بعاد عن بعض very wide يعني spacing بين أكبر من 2 متر معناته الريتنج 20 لاحظ ريتنج بيكون عالية وما تكون spacing عالية تمام طيب أيضا spacing لو كانت من 0.6 ل2 معناته الريتنج بيكون عندي 15 والوصف بيكون عندي wide يعني المسافة بعيدة نوعا ما تمام أيضا spacing بيكون عندي من 0.2 إلى 0.6 إذا كان هيك معناته الريتنج عندي بيكون 10 أي وأيضا description بيكون عندي مدرت يعني المسافة صارت عندي متوسطة بين الجوينت 6 تمام أيضا إذا spacing كان 0.6 إلى 0.2 الريتنج بيكون 8 ولاحظ أنه هنا بتصميم عندي close يعني المسافة بين الجوينت صارت قريبة تمام ولو spacing كانت أقل من 0.6 معناته الريتنج خمسة وأيضا بيقول لك هنا الحال description أنه very close يعني بيقول لك الجوينت عندي صارت قريبة من بعضها في ملاحظة مهمة هنا مكتوبة تحت الجدول طب افرض لو كان عندي أكثر من جوينت 6 يعني لو افرض كان عندي جوينت 6 بهذا الشكل مثلا ايوة وكان عندي جوينت 6 اخرى مثلا هيك هنا بهذا الشكل ايوة وعندي هنا يعني اخذ قريبا الاسبايسنج الاقل الاسبايسنج الكريتيكال مين الكريتيكال فيه الاسبايسنج الاقل واللي هي اللي بتعطيني ريتنج اقل تمام واللي بتكون لها مشاكل اكبر او بتأثر على الصخر بشكل سلبي اكبر وبالتالي لو يجينا شو الاسبايسنج الاقل مثلا افترض هاي ثلاث متر افترض مثلا الاسبايسنج هاي واحد ونص متر افترض افترض اي واحد متر مين الاقل بيكون عندي هاي اللي هي صاحبة الواحد متر والواحد متر لو يجينا من قيمها جاي من 0.6 لاثنين معناة الريتنج لها كم بكون عندي خمستاش فاذا مثلا الريتنج عندي خمستاش بجمعه للقيمتين السابقات مهمة اي ويطلق على يطلق على الصخر اذا كانت الاسبايسنج بين الاسبايسنج فيه اقل من 0.02 من نسميها extremely close تمام يعني من نسميها extremely close اذا كان الاسبايسنج اقل من 0.02 طبعا لو كانت الاسبايسنج اقل من 0.02 تقييم بيكون خمس الريتنج لانها اقل من 0.06 تمام طيب نيجي الان الى البراميط الرابع اللي هو condition of discontinuities او الظروف تاعت الـ discontinuities ايش يعني اخبار هاي discontinuities ايش اخبار هذا الشرخ اللي صار عندي مثلا انا في عندي هون شرخ ايو شو وضعه هل السطح او السطح هذا السطح الناتج بين الطبقتين الصخريات او الجوينت هاي السطح خشن ناعم هاي بالنقاط الموجودة هون في هذا التابل تمام بحكي لك هون انه اول اش بدي اركز على الجوينت سيباريشن شو يعني اللي هو الشرخ عرض الشرخ تمام هل في انفصال يعني بين الجهة هاي والجهة هاي وكم عرض هذا الانفصال تمام اول حالة انه ما في عندي انفصال يعني هم ملزقات ببعض لساتهم زي مثلا القزاز اللي صار عليه شرخ يعني بسيط تمام ايوه او القزاز المشعور احنا بنحكي له تمام فبتلاحظ انه يعني طبقتين القزاز ما نزحوا عن بعض ما نفكوا عن بعض انه ما ظلوا وراكبات على بعض تمام فبالتالي الجوينت سيباريشن بيناتهم زيرو ونفس الصخر يعني فيه طبقتين صخريات صار في بيناتهم انفصال ولكن ظلوا بلزقات ببعض وبالتالي جوينت سيباريشن بيناتهم زيرو تمام وايضا بقول لك هذا الجوينت او هذا الحد الفاصل اللي صار عندي بكون رف يعني هذا السطح الفاصل رح يكون خشن جدا برضو انوذرد انوذرد يعني انه ما صار عمليات تجوية لانه عشان يكون رف ما بدي يصير عمليات تعرية وحت انها عمليات يعني تحف وتسبب من تنعيم تمام ايضا الوالروك تايت تايت يعني انو جدران الصخور اللي عندي هذول الجدارين يعني مربوطات مع بعض او لساتهم مقراب من بعض بشكل كبير جدا معناها انو هذا الشرخ ايوه مش مستمر يعني انا بصير عندي شرخ هيك بعدين بصير عندي هنا في منطقة فيها يعني كونتاكت بعدين هنا في عندي شرخ بعدين هنا هيك يعني الشرخ عندي مش مستمر هذا معناه انو دونس كونتوني وسيك معناها ايضا لو سيپاريشن تمام ما صار عندي انفصال وانما جون سيپاريشن زيرو نتجة انو ما في عندي انفصال يعني هذا الخط مش مستمر هيك وانما مقطع تمام او الجونت اللي صار عندي جاي مقطع وبالتالي الريتنج هنا بكون احسن اشي وهو ثلاثين طب الحال الثاني اذا كان جونت سيپاريشن اقل من واحد مليميتر وبرضو الحال الثالث اقل من واحد مليميتر ولكن في اختلاف بينات قال الحال الثاني بيكون عندي السطح خشن وصار له عملية وتجوية وحت عملية خفيفة وبالتالي خففت من الخشون يلاحظ انه كان صار رف الان ايضا بيحكي لك اقل من واحد مليميتر يعني هذا اللي صار بين الوال هون صار بس بس سماكة اقل من واحد مليميتر او بعرض اقل من واحد مليميتر معناة ريتنج 25 بس لو كان عندي سلايت رف يعني الخشون صار قليلة جدا نتيجة انه الويدرد صار عملية عالية مدرية او هايلي وذرين صار عندي فبالتالي ونتيجة حصول عندي هايلي وذرين ايو فبالتالي الخشون يراح تقل بشكل كبير ايو وطبعا ما زال الوال روك سيرفي اقل من واحد مليمتر الريتنج هون صار عشرين الفرق بين الحال الثاني والثالثة بالخشون تاعت السطح انه هون رف هون رف هون سلايت الويدرد بينما الويدرين صار هايلي او مدري تمام الحال الرابع اللي هو بيقول لك انه الوال روك سيرفيس او هاذ السطح صار سلينك سلينك سايد يعني معنى انه ناعم جدا او تمام ايضا بيقول لك انه و الجون سيباريشن اللي صار عندي من واحد الى خمس مليمتر عرضه تمام وبالتالي الريتنج عندي رح يكون عشرة طيب لو كان عندي اكبر من خمس مليمتر الجون سيباريشن ايو فبيحكي لك رح يكون الريتنج عندي بساوي زيرو طبعا هنا حكي لك انه واحد لخمس مليمتر و كنتينو و يعني انه ظل مستمر بهذا الشكل تمام وبحكي لك هنا في عندي ثيك جوج وفي عندي هون صوف جوج ايو انه واحد لخمس مليمتر ثيك جوج يعني انه معناها انه في عندي تنجيرات خفيفة على السطح تمام يعني في عندي زي النقر على السطح ايو الانفصال الموجود عندي تمام طبعا هذا النقر يعني لا يؤدي الى وجود خشونة وانما يعني هو نقر باسطح ملسى جدا وبالتالي رح يكون في عندي مقاومة خلينا نقول للانزلاق او لحدوث الشير ايو بين هذول السطحين رح تكون قليلة نتيجة انه السطح الانفصال عندي ناعم ايضا بقول لك يعني العالم اللي عمل هذا التابل اللي هو بين ويسكي ايو قال لك عمله سنة 1979 رد عدل علي عمل علي يعني زي ما تقول تعديل بسيط ايو بحيث انه شايف الحالات هاي اللي هو نفصل ها بشكل اكبر وعطاها ريت لكل حال لحال يعني بحيث انه قال لك في عندي البراميتر صارت اللي حكينا عنهم سابقا الانفصال الانفصال ايضا بقول لك الرفنس الانفصال 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 وجود يعني مواد مالئة جو سطح الانفصال يعني لو كان في عرض ايو معناه ممكن يدخل في صح ولا لا يعني هذا سطح الانفصال لو كان في هنا سماك معين كنت يدخل في حبيبات إلى آخر صح ايضا في عندنا آلية الوذرينج ايو الوذرينج للدسكنتينيوتي طي فبحكي لك ايو كل واحد منهم الى ريتنج طبعا بحكي لك الدسكنتينيوتي لينكث ايو اللي هو طول الدسكنتينيوتي طول الدسكنتينيوتي أو طول الجوينت تمام فلو كان الجوينت اقل من واحد مليمتر طوله ايو معناته ريتنج ستة لو كان واحد الى ثلاث متر معناته اربعة الريتنج ثلاث الى عشر متر معناته اثنين عشر الى عشرين صار ريتنج واحد ولا اكبر من عشرين معناته ريتنج زيرو تمام ايضا بالنسبة للانفصال عرض الانفصال بيناتهم او السماكة الشرخة اللي صارت عندي او الجوينت اذا كان ما في انفصال معناته جوينت سيباريشن زيرو اللي هي زي هاي الحالة فبقول لك الريتنج الناتج من هاي السيباريشن لحالها ستة تمام طبعا الريتنج هذول كل يات هم نجمح مع بعض يعني ايضا قال لك سيباريشن اذا كان اقل من 0.1 معناته بكون عند الريتنج خمسة اذا كان 0.1 لواحد مليمتر بكون اربعة الريتنج اذا كان من 1 لخمسة مليمتر سيباريشن معناته واحد الريتنج واذا كان اكبر من خمسة يكون زيرو طيف في حالة الرفنس اذا كان خشن جدا بسطح الانفصال معناته الريتنج ستة ايوه لانه هذا الاشي يبعطيني مقاومة اكبر اذا كان رفن خمسة اذا كان خشن بصورة بسيطة الخشون قليلة ايوه ثلاث اذا كان ناعم واحد اذا كان ناعم جدا فبكون الريتنج 0 طيب من نسبة الانفيلنج الانفيلنج اللي ان المواد المالية طيب ممكن يكون عندي اصلا انه ما في عندي فبالتالي ما في عندي مواد مالية اكيد المواد المالية رح تكون عندي وبالتالي رح يكون عندي ستة التقييم طيب لو كان في عندي مواد ايجا تعبت ايوه هذا الشرخ او هذا الجوينت اللي صارت عندي هاي المواد ممكن تكون هارد فيلنج او سوفت فيلنج هارد فيلنج زي مين زي سوفت فيلنج زي الكلي طيب بالنسبة هارد فيلنج لو كانت سماكتها هاي هارد فيلنج اقل من خمس مليميتر يعني الساند جوه عبب سماكة اقل من خمس مليميتر مش العرض تمام هاي المقصود فيها العرض تاع الشرخ اما هاي الخمس مليميتر المقصود فيها السماكة تاعة الساند انه حشر جوه بمسافة اقل من خمس Uh معناته 0 اذا اكبر من خمسة مليميتر كانت السماكة تاعة الساند او بتكون 2 لو كانت السماكة 5 معناته 2 وانه كانت اكبر من 5 معناته 0 تمام طيب لانه كلما زادت السماكة الكلية او الساند ها هاي بضعف لك الرابطة بين السطحين تمام بضعف قوة الاحتكاك بين ناف بشكل اكبر فممكن يصير بينها بشكل اسهل او بكونوا اضعف تمام الوذرنج الوذرنج اكيد بتضعف لي الخشونة بتقلل منه الخشونة ايوة تاعة الاسطح فهي مرتبطة بشكل او باخر بالرفنس مباشرة الوذرنج بتربطها بالرفنس والانفيلنجز مرتبطة بالسبريشن مباشرة تمام طيب فاذن هذول الثنتين مرتبطات مع بعض فلو كان فري روف المفروض مباشرة يكون تمام يعني الريتنج ستة لو كان روف اكيد لازم يكون سلايتلي وذرنج يعني انه الوذرنج اللي صار عليه خفيفة تمام ان هي خمسة بالضبط زي الجمل اللي كانت مكتوبة هون روف معناته سلايتلي وذرنج ايضا ممكن يكون عندنا مودي ريتلي وذرنج ايوة فادى لك الى حصول سلايتلي روف تمام ايوة وريتنج ثلاث ممكن يكون عندك السطح السموث هذا نتيجة هاي لوذرنج فبعطيك ريتنج واحد وسلنجل صادد في حارة صادد انه املس جدا معناته السطح هذا صار دووذرنج بشكل كبير فصار ديكمبوز يعني صار املس بشكل كبير جدا وتفتتت هاي الزوايا تعيته اللي بتسبب خشونه تفتتت بشكل كبير وبالتالي صار ريتنج تاعه زيرو تمام فبالتالي انا ممكن هنا اجي احكي لك والله انه طول الدسكنتينيوتي مثلا 2 متر ايوة وبالتالي بتيجي بتقولي والله ريتنج تاعه 4 واجي احكي لك انه السيباريشن اللي صار عندي مثلا ايوة ما صارش عندي سيباريشن يعني نان مناته ريتنج تاعه 6 واكيد مباشرة انفلنج مش رح يكون موجود عندي مناته 6 فصار عندي اثنين يعني اربعة وستة وستة وظل عندي ثنتين اللي هني الرفنس والوذرنج قلنا الرفنس مثلا رف افترنا ايو مناته خمسة وصلايت لوذرد مثلا خمسة فستة زاد ستة زاد خمسة زاد خمسة تمام فعندنا هو المجموع عشرة واثناش اللي اثنين عشرين واربعة ستة وعشرين رح يطلع عندي يعني تقريبا اللي هي زي هاي القيم تمام الريتنج فهون الريتنج بيكون ادق بشكل اكبر ولكن حكارك لو كانت المسألة انه يعني ممكن يعني في بعض الكيسيس ايوة بيقولك انه مباشرة خلاص تيجي تحل على تيبل ستة بوينت اربعة ويجوز واكيد يعني الحل على تيبل ستة بوينت اربعة او ايجاد الريتنج بباشرة على تيبل ستة بوينت اربعة يعني صحيح مية بالمية تمام فالتو تيبلز شغلت معك مية بالمية ولكن هذا التيبل بتفاصيل اكثر تمام وهنا دخل موضوع دسكنتينيوتي لينكث بينما هنا دسكنتينيوتي لينكث يعني ما دخلنا وانما اهتمينا بالاربع مواصفات هذولة في التيبل هاث تمام طيب تمام فاذا هنا لو اجينا حكينا مثلا بناء على هذا التيبل والله كان عندنا الكنديشن تاعد سكنتينيوتي او تاعد سكنت تاعد سطح الانفصال ايو كان مثلا سلايتلي رف ومدريتلي هايلي مثلا وذرت وكان اقل من واحد مليمتر جون سيبريش ماتو الريتنج عشرين هذا الريتنج مثلا على سبيل المثال لو افترضنا انه عشرين لازم اجمعه الى ايش الريتنج السابق اللي طلعناه هنا تمام ايو مش احنا كينا هنا في ريتنج ايو قلنا 12 زائد 13 زائد 15 زائد العشرين اللي هي الريتنج من البراميتر الرابع فبالتالي يعني طبعا هذا الريتنج انا من عندي فارضة تمام فافترضنا فطلع ما انا عشرين يعني فهنا نيجي نجمع هون عشرين نقول طيب ماشي برضو في عندنا البراميتر الخامس واللي هو الجراوندووتر كونديشنز الجراوندووتر كونديشنز اللي هي ظروف المياه الجوفية ظروف المياه الجوفية تتمثل بظرفين واللي هم اول واحد الانفلو مقدار التدفق المياه الى التانيل ايو طبعا لكل عشرة متر من طول التانيل وهون المقصود فيها انه لو عندي هذا التانيل تمام ايوه هزا التانيل لو ايجينا اخضنا عشر متر منه تمام اي وقدش مقدار تدفق المياه خلال هذول العشرة متر طبعا المياه من نوعها تدفق من جوانب التونل تمام فبالتالي قدش مقدار التدفق بوحدة اية ايوة ممكن يكون طبعا ما في عندي تدفق يكون اقل من عشرة التدفق يكون من عشر screams وعشرين بوحدة يكون يكون خيم وعشرين لمية وخمس وعشرين يكون اكبر مية وخمس وعشرين تمام طبعا هذا حسب المعطة في السؤال او حسب اللي انت بتجيبه من الموقع تمام يا اكيد يعني وكان سؤال امتحان وتكن تشتغل في الموقع فانت لازم تجيب هاي الداتا من الموقع وتفحص وتشوف كمية الانفلول موجودة عندك داخل هذا التانيل ايضا بقول لك بالنسبة ل يعني مثلا بقول لك احنا في عندنا جوينت هنا صار ايو جوينت او سطح انفصال معين فهذا الجوينت رح يكون في عليه نتيجة المي في عليه ووتر براشر صح ولا في عليه ووتر براشر تمام فاذا في عليه ووتر براشر هذه هي سيجما ووتر في عليه ايضا ميجور برينسبل سيجما ون او سيجما فيرتكل تمام السيجما فيرتكال يهي بتكون عبارة عن القامة في الاتش لاحب ما تنزل لعند هاي النقطة تمام فبالتالي احنا عندنا سيجما ون وسيجم ووتر فقال لك الريشو بينات انه هي سيجما ووتر على سيجما ون ممكن تكون صفر يعني الماء مش موجودة عندي في حالة انه ما في عندي تدفق ايو وبالتالي طبعا اذا كانت صفر مباشر الريتن كان بكون خمسة عاش او الديسكريبش انتاحه بكون ك من خلال ت literally كيف تستطيع الطلع الراتع. ايضا يمكن تكون لديك الكربون الريشيو ممكن تكون من صفر لا التدفق للطنل . في هذا القيم كلها مرتبطة بعض. يعني انتي بتحتاج من هذول الثراث سطر واحد يعني مثلا انها اكبر من 125 يعطيك انها يعني انه في عندي كمية تدفق عالية راح تدخل للتنل وبالتالي بيقول لك راح انه يصير في عندي باكت لهذا التنل او انه يصير في اختراق للمي جوا هذا التنل وبالتالي يعني راح ينزل مي داخل هذا التنل بشكل كبير ايضا ممكن يكون دام دام طبعا انه يعني رطب ولكن مش بشكل كبير لانه كمية التدفق بتكون قليلة يكون يعني رطب وهنا الرطوبة بتكون محسوسة وبممكن يكون دريبنج دريبنج يعني انه اسطح الطنل قاعدة بتنقض مي تمام ايو بتشرشر مي فبالتالي هنا في الحالة بنسميها دريبنج طبعا في حالة كانت الريشي هون او هون فممكن هو يعطيك اي معلومة من هذول الثلاث معلومات وبناء عليها انت بتروح بتطلع الريتنج او الار ام اار ريتنج ايوة لموضوع الـ ground water condition ولو جينا احنا افترضنا جدلا انه والله لنفس الصخر اللي قاعدين بنشتغل عليه كانت مثلا انه الانفلو كانت مثلا خمسة لتر بير منت خمسة لتر بير منت يعني جاي هون معلومات ريتنج قداش ديكون عندنا عشرة فهنا بداي اجي اضيف عليها كم عشرة فاذا احنا هون اخر اشي يضفنا عشرة فاحنا موصلين لحد الان لسبعين بالمية الار ام اار قيمتها وصلت لسبعين بالمية نشوف الان قيمة الار ام اار مع البراميتر الاخير واللي هو التجاه الانفصالات الموجودة عندي او اتجاه اسطح الانفصال او اتجاه الجوينتس الموجودة عندي اتجاه الجوينتس الموجودة عندي هنا انا بهمني اعرف الدب والسترايك وين اتجاههم بهمني اعرف اتجاه السترايك وبهمني اعرف ايضا الدب وين جاي عندي شو زاويته اللي بصناحها مع ذاوية ، في هذه زاوية ،ụcieli احثر على ذاويةLI ، فسألت مناسبة في المattاة يمكن أن نحفر قمت racistоб وتجاه Pl1b عمودي على الإ أوضافة أكرر قمتها على الحفظ هو الدب فبالتالي بقول لك ممكن يكون عندنا الاتجاه تاعة الـ تانيل بكون يكون باتجاه الدب اما معه او عكس اتجاه الدب يعني ممكن يكون الـ drive عندي مع الدب او الـ drive الحفر عندي بكون ضد الدب او بعكس اتجاه الدب طبعا هون بتيجي عندي الـ dip angle ايوه اللي هي ممكن تكون من 4590 فبكون عندي تقييم للـ orientation effect على التانيل او يعني تقييم تأثير الـ orientation على التانيل بكون مقبول بشكل كبير او مفضل بشكل كبير اما اذا كان الدب من 20 او 45 بصير عندي فافرابل ايوه بالنسبة للـ drive اذا كان against dip معناته الدب اذا كانت زاويته من 4590 قال لك فير بكون يعني وسط ايوه يعني قابليته لا هي يعني قليلة ولا هي عالية تمام اما اذا كانت الدب angle من 20 او 45 فبكون unfavorابل يعني غير مقبول بتاتا تمام ايوه يعني قابليته سيئة جدا طيب ايضا في عندنا حالة الـ strike ممكن يكون موازي للـ tunnel access يعني الـ tunnel access باتجاه الـ strike هذا الـ strike فالـ tunnel access يكون باتجاهه او موازي له يعني اما بمعاهيك بالاتجاه هذا وبالاتجاه هذا نفس الاشي تمام يعني يكون موازي للـ tunnel access وطبعا هنا بتيجى عندي زاوية الدب اذا كانت 20 او 45 فبكون فير عندي الـ assessment assessment معناها تقييم تمام ايوه واذا الدب كانت 4590 فبكون very unfavorابل يعني بكون غير مقبول جدا جدا تمام طيب والحالة الاخيرة عندي بغض النظر عن اتجاه الـ strike وادجاه الـ tunnel access قل لك اذا كانت الدب الزاوية تعيته من صفر دا عشرين فبكون عندي تقييم فير هاي الكلمات او هاي التقييمات اللي انا جبتها هون تمام بدا روح فيها على جدول الجدول الـ table 16 واروح عند خانة التانيل واشوف مثلا لو طلع معي very favorable قل لك صفر تمام يعني بالنسبة للـ rating ايوه فهو صفر يعني بدك تجمع لها صفر طيب لو كان عندي very favorable قل لك بدك تجمع له سالب اثنين يعني لك تطرح من الـ rating اللي جمعته من الخمس باراميترز السابقة اثنين تمام ايوه اذا كان الـ rating عندي فير معناته سالب خمسة اذا كان عندي unfavorابل ايوه معناته سالب عشر اطرح اذا very unfavorابل سالب اثناش وطبعا في عندي rating او assessment بخص الدام foundation او الفاونديشن الخاصة بالسدود وهي بنفس المبدأ ولكن احنا ما بنودخل فيها ايوه اهم ايش عمد انا بالنسبة بالنسبة لنا هو التانيلز تمام تحديدا في هذا الشابتر طيب فبالتالي انا في عندي هون ايوه في عندي هون ايوه طيب اه في عندي هون يعني اه فعليا انه هاي التقييمات فلو جيت انا حكيت لك قلت لك والله زاود الدب انا جيت 18 درجة بدون ما احكي لك اشي خلص ما ما بهمك احكي لك شو وين اتجاه الاسترايك وين اتجاه تون الاكسس لان اذا كان 18 فمعناته تدب انجل بتكون من صفر لعشرين وبالتالي خلص مباشرة فير واذا كانت فير باجي هنا فير معناته بدي اطرح خمسة معنات ان نطرح من التقييم اللي جمعناه سابقا ناقص خمسة في صفة عندنا الار ام اار قيمة بتطلع خمسة وستين النهائية فقيمة الار ام اار اللي طلعت المعنى انا بنانا على الفرضيات اللي عملناها احنا طلعت خمسة وستين هاي القيمة تيجي بتاخذها على الجدول هذا الجدول بيبين لك بعض الانجينيرينج الروك ماس فمثلا نقال لك الار ام اار لو قيمته كانت ايوة خمسة وستين معناته هو جاي من الواحد وستين اثمانين معناته الكلاسيفيكيشن للروك انها جود تمام طبعا لاحظ انه في عندي رينجز هنا الار ام اار كل رينج طبعا تحتي مواصفة معينة وكله بنفس المعنى تمام ايوة فاذا احنا الكلاسيفيكيشن تانا طلع قد طيب بالنسبة للنقطة الثانية لأفارج ستاند اوب تايم يعني قديش انه احنا ممكن يقعد عندنا اه وقت ايوة على طول سبان معين تمام وهو هنا طبعا الستاند اوب تايم اللي هو يعني قديش انه انت ممكن يعني تخلي قبل عملية الانشاء تمام وانك تكمل انشاءه بشكل كامل وهيك طيب فالمهم افارج ستاند اوب تايم ايوة بحكي لك انه في حالة في حالة نحنا وانجير فور عشرة متر سبان يعني كل سبان لنكث عشرة متر والسبان لنكث هو المسافة بين كل سبورت وسبورت تمام فالو كانت مسافة عشرة متر فمعناته بقول لك احنا رح تقعد عندنا سنة يعني سنة احنا بحاجة لكل عشرة متر سبان فاذا الافارج ستاند اوب تايم عندنا اللي هي واحد سنة او وان يير طبعا معنى الافارج ستاند اوب تايم معناها اللي هي الوقت اللي بقدر التانيل يعني يشيل نفسه او الصخور اللي حفرناها جوا التانيل بتقدر تشيل نفسها لحد ما يصير لها كولابس لحد ما يصير لها انهيار تمام فهي يعني بقول لك كل سبان مقدارها عشرة متر تقدر تشيل نفسها يعني واحد سنة تمام واحد سنة لحب ما يصير لها انهيار ماشي فهذا هو المكان عيش ستاند اوب تايم يعني كديش الصخور تقدر تشيل نفسها طبعا بعد بعد واحد سنة تبي ما تبدأ ايش تحط لها سا миним ام عشان ما يصير لها انهيارات ماشي فهنا بيجي دور السبورتس الموجود عندي تمام طبعا هنا بحكم يعني إذا انك اندي بدك التونيل هذا لواحد سنة ولا أقل من واحد سنة أيوا استعماله حسب يعني شو استعمالك للتونيل تمام أيوا طيب لو الارعمار طبعا طلعت من واحد ثمانين لمية معناته بقول لك الابيرج ساندوب تاني راح يكون عشرين سنة الصخور راح اضرها قادر تشيل حاله قبل ما يصيرها كولابسينج أيوا عشرين سنة والسبان بتكون عندي خمسطاشر متر يعني عمل سبان خمسطاشر متر فخمسطاشر متر وهي سبان اللي طولها خمسطاشر متر الصخور خلالها بتدري تشيل حالها عشرين سنة بدون ما يصير لها انهيار تمام طبعا انت ممكن يعني مثلا تقلل طول سبان أو يعني انك تعمل سبورتس على مسافة أقار من خمسطاشر متر فبالتالي تزود من ستاندوب تايم طيب أيضا بقول لك يعني مثلا هنا وان ويك في حال كان بالرينج هاض ايوه الارمار لخمسة متر اسبان هنا عشر ساعات بس يعني هنا بس عندك عشر ساعات بس بقدر يشيل نفسه فور اثنين ونسببا لعشر ساعات بنهار نصص خور فبالتالي انت هنا بمعناته لازم تعمل سبورتينج بشكل كبير اذا كانت صخر مثلا الارمار اللي اقل من عشرين بس ثلاثين مينتس ثيرتي مينتس لواحد متر اسبان كمان يعني بس الاسبان يكون واحد متر يعني انت ما بتقدر تحفر يعني تقدر تحفر واحد متر تمام الواحد متر استنى علينا الساعة بيقى تمام فبالتالي انت كل واحد متر بدك تصير ايش تعمل سببورتس ايوه عشان ما يقع عندك او يصير عندي انهيارات طيب برضو في عندي من الخصاص الكوهيجين وفروك اللي هي السي الكوهيجين للروك بالميجا باسكال اللي قالك راح تكون اكبر من 0.4 اذا كانت من 100 الى 81 واذا كانت من 80 الى 61 زي الحالة تعيتنا من 0.3 الى 0.4 وغيرها من الرينجز طيب وايضا الانجل افريكشن الانجل افريكشن اللي هي بقول لك زاويتر احتكا للصخر راح تكون اكبر من 45 اذا كان الار ام ار مع 80 الى 100 وفي حالتنا راح تكون 35 الى 45 تمام وفي الحالات الثانية طبعا بتقل الانجل افريكشن مع نقصان قيمة الار ام ار لانه الجودة تاعت الصخر بتقل ايضا ايضا اللي هو البييرنج براشا انه قديش بتحمل الصخر بيرنج تمام او يعني قديش بتحمل الصخر قوة ضغط تمام ايوه فبقول لك بتكون من 600 الى 440 بوحدة تي على المتر تربية الى بوحدة طن على المتر تربية تمام اه طبعا احنا في حالتنا من 8 الى 61 راح يتحمل 440 الى 280 تمام هاي قوة التحمل تعيته اخر شيء سيف كات سلوب اللي هو بقول لك الميالان اللي انت بتقدر تقص عليه بحيث يكون عندك امن وما يصير في عندي انهيارات قال لك انت هون بتقدر تقص على اكبر من 70 درجة لو كنت انت بهذا الرينج اما اذا كنت بهذا الرينج زي الرينج تعنا فانت بتقدر تقص على 65 درجة طبعا هاي بوحدة الدرجات او بوحدة الزوايا تمام طيب فهي بنسبة لبعض البروبراتيز اللي بعضك هي الار ام ار طيب النقطة المهمة للار ام ار اي المرض بالطبع عن طريق معادلة تجريبية لبين والسكي ولايضا بقول لك اذا لو ايضا بغですね ها ذو الاثنين اني مع اذا بدأ لك اذا اemaal اقليم ادعموا معادلة اكبر من 50 اعتقد ان تخدم معادله اناسو الكيب انسكي باkopق ان اهم على خمسيين بتكون الآن push المعادل travels تavez المهم المهم قال لك الارمار ده اكبر من خمسين زي مثل الان اطنع معنا خمس ستين اكبر من خمسين فتعال عوضها هون و الاثنين بخمس ستين ناقص مية بطلع معك ال اي المديرس و في الاسسيسي او الديفورميشن مديرس بالقيقة باسكار الاثنين بخمس ستين يعني قديش شيء ناقص مية يطلع ثلاثين فبالتالي ال اي بتطلع عندنا ثلاثين بوحدة ايش القيقة باسكار تمام طيب برضو لو بطلعت معك الارمار اقل من خمسين بتجي بتعوض هنا عشرة قوة ارمار ناقص عشرة على اربعين وبتطلع معك قيمة الديفورميشن مديرس تمام هيك احنا منطلع الديفورميشن مديرس واخر ايش بالنسبة للارمار اللي هو هذا التيبل واللي من خلاله انا بقدر اختار اعمل سيليكشن للسبورت سبورت يعني بقدر اعمل سيليكشن لايش نوع السبورت اللي انا بدي احطه مثلا بدي اعمل شوت كريت يعني بدي اعمل كونكريت على الجوانب تمام ايوه بدي اعمل روك بولتس بدي اعمل براغي ولا اعمل ستيل ستس ستيل ستس اللي هن الارك اللي شفناهن سابقا ايوه اللي بتكون على شكل ستيل ومربطات مع بعض تمام ايوه فاضول ما نسميهن ستيل ستس ارجع لصور السابقة واشوفها تمام طيب فقال لك لو الارمار كان very good يعني الصخر من واحد ثمانين لمية معنى انحنا فعليا جنرالي نو سبورت مشو حاجة لسبورت ايضا بالنسبة للحفر عندي رح يكون فول فيس ثلاثة متر ادفانس تمام فاذا انت رح تحفر فول فيس ايوه وايضا يعني ثلاثة متر ادفانس يعني انت رح تمشي ثلاثة متر اه لقدام تمام يعني اه القطر الكلي اللي بقدر احفره ايوه في المرة الوحدة يعني بكون عندي ثلاثة متر في اي الحالي يعني هسا المقصود بالفول فيس يعني تحديدا انا عشان تفهمها ايوه انه بكل بساطة اه نيجي هون بكل بساطة انا مثلا عندي هون طبقة صخرية فابدي احفر فيها تانيل تمام أيوة أنا الفول فيس اللي هو أنا قديش بقدر أحفر بالمرة الواحدة يعني مباشرة أجي أحفر مباشرة بالصخر فقال لك في حالة الـ RMR كان very good يعني 1-800 بتقدر تيجي تفجر أو تحفر مباشرة ما قطره يصل إلى ثلاثة متر تمام فأنت بتقدر تحفر ثلاثة متر advance ماشي أيوة فهذا الفول فيس معناها القطر أكبر قطر أنت بتقدر تحفره أيوة في المرة الواحدة يعني مرة واحدة قداش تقدر تحفر أكثر إشي فثلاثة متر وماشي محتاجة support بينما في حالة بيقول لك الـ Good Rock أيوة إذا كانت يعني بيقول لك الـ RMR 1680 الفول فيس اللي أنت بتقدر تحفره قال لك من واحد وواحد ونص من واحد لواحد ونص متر تمام أيوة بالإضافة عنه complete support 20 متر from face فأنت هنا بيقول لك أنت لازم تعمل من الفيس هاف يعني من الفيس اللي أنت حفرته تمام فأنت هنا بيقول لك لازم تعمل support 20 متر from face يعني لازم أنت تعمل support أو تعمل دعمة أيوة أكيد يعني لازم أنت تعمل دعمة يعني تكون مكمل عمل supporting أيوة على مسافة 20 متر from face يعني ما تستنى لبعد العشرين متر لأنه ممكن يصير عندك نهيارات تمام فلازم أنت تكون مكمل عمل supporting على مسافة 20 متر from face فأقول لك هنا support اللي أنا ممكن أحتاجها روك بولتس أكيد قال لك روك بولتس أنت رح تحتاج وين بالكراون رح تحطهم وين الكراون المقصود فيه اللي هي هاي الطبقة العلوية السقف تمام فونا ممكن نحن نحط روك بولتس فوين من نحطهم بس بالكراون أيوة طول البولت ثلاث متر ال spacing بيناتهم ثنين ونص متر وطبعا ممكن نحط ويرمش تمام عشان نثبت عليها الروك بولتس شوت كريت شوت كريت سماكتها قلة 50 ملي متر بس بتحطها بالكرام يعني بس منحطها بالطبقة هاي اللي هي المكان هاي تمام الجدران هذولا ما منحط عليهم شوت كريت تمام الستير سيتس مش محتاجين نقلك هون طيب إذا كان عندي فير روك من 41 ل60 لارمار انت هون رح تحكي لك بولك top heading and bench واحد ونص لثلاث متر advance in top heading يعني بالtop heading انت بتقدر تحفر واحد ونص لثلاث متر أيوة أو يعني الفول فيس تقريبا واحد ونص لثلاث متر تقريبا او top heading and bench هون بحكي لك مش نفس الفول فيس تمام ومعناها top heading and bench يعني بكل بساطة بحكي لك انه اثناء الحفر احنا ما رح تحفر full face تمام full face انك تحفر مرة واحدة أيوة بينما top heading ايوة بحكي لك بهاي الطريقة يعني هي احد طرق الحفر انك انت تقسم لقسمي يعني تيجي تقول لي هذا القسم السفلي اللي هو bench تمام وهذا القسم العلوي اللي هو heading تمام فاحنا في عندنا heading والbench كل واحد طبعا تحفروا لحاله فقال لك top heading and bench يعني heading والbench يوم دك تحفرهم كل واحد تحفروا له حاله بتقدر تحفر واحد ونص لثلاث متر advance in top heading يعني بالtop heading بتقدر تيجي تمشي هنا بالheading هاغ بتقدر تيجي تحفر لمره واحدة ما قطره ايوة واحد ونص لثلاثة متر تمام ايوة بعد كل تفجير بقول لك لازم انت تحط support complete support لازم تكون مزبط السبورت كله ياته على عشرة متر from the face طيب قال لك السبورت يمكن تحطها rock bolts تمام ايوة rock bolts راح تكون عندك systematic bolts اربع متر طولها المسافة او ال spacing بينها واحد ونص لثلاثين متر in crown and walls فانت هنا راح تيجي تحط لي بال crown فوق ورح تيجي تحط لي بال walls كمان عندك راح يكون في عندك bolts برضه شو تكريت عندك راح تكون بال crown سماكتة خمسين لمية بال sides او على ال walls ايوة راح تكون سماكتة ثلاثين مليمتر تمام ايوة ايوة لستيل ستس ما فيش داعي لها طيب في حارة ال poor rock ايوة اذا كانت ال rmr 21-40 top heading bench قال لك هون بتيجي واحد لواحد ونص ادفانس وين بال top heading زي ما حكي نتونه انه الجزء العلوي او ال top هذا ال top heading تويتر تمشي فيه ايوة تحفر فيه في المرة الواحدة واحد لواحد ونص متر install support concurrently with excavation يعني بقول لك لازم كل ما تحفر تعمل support مباشرة تمام عشرة متر from face طيب بالنسبة لل support اللي انت بدك تعملهم اللي هم systematic bolts طول واحد منهم من اربع على خمسة من واحد لواحد ونص وكيدك تحطهم بال crown وال walls يعني بدك تحطهم على crown هاي هون وعلى الجدران وعلى sides وشوت كريت برضو راح تكون سماكتها على crown من مية امية وخمسين بزيد السماكة قاعد لشوت كريت وال sides بتكون سماكتها مية steel sets بدك تحطهم light to medium rips يعني انت راح تستخدم light to medium rips ايوة المسافة بيناتهم واحد ونص متر ايوة فبالتالي يعني الرips او اللي هم steel sets ايوة اللي راح تيجي تستخدمهم يعني ما راح تكون يعني الكثافة تعيتهم عالية وانما يعني لانه هنا يعني الصخر لساته في بعض القوة ولكن لو كان very poor rock اللي ارى مارده اقل من عشرين انت هنا راح تعمل multiple drifts تمام؟ multiple drifts ايوة من نص لواحد ونص متر advance in top heading multiple drifts يعني انت راح تيجي تعمل drifting اكثر من مرة وحفر يعني على اكثر من مرحلة ايوة بحيث انه يصير عندك يعني بمسافة نص لواحد ونص متر ايوة وين بال top heading يعني بتوب هدين كتير تحفر نص لواحد ونص متر وبدك تعمل طبعا السبورتس دائما لازم تعملها بقول لك هون فيها الحالة concurrently مباشرة والشوت كريت بقول لك لازم تعملها كمان قدر الامكان بعد التفجير بشكل كبير يعني مش بس انك انت تعمل سبورتس اللي هنا يعني تعمل بولتنج لا انت بعد البولتنج كمان لازم تعمل شوت كريت مباشرة ايوة عشان يعني تضمن وما يصيرش عندك انهيارات الروك بولتس بيحكي لك كون بدك تعمل بولتس طول تاحة بزيد خمسة لستمتر طول البولت ايوة سبيسنج من واحد لواحد ونص لاحظ كثافة البولتس بتزيد ما معنى ان السبايسنج بتقل ايوة طبعا انت بدك تحدثهم باليكراون بالولدس ايوة وكمان بالبولت انفرت يعني في عندنا بولت انفرت رحت تيجي من تحت ايوة يعني هنا من الجوانب نسوفني تمام تمام تقريبا لو كان في عليها انهيارات أو تشققات طيب الشوت كريت رحت تستخدم شيو تخفف م wow 200 سماكه باليكراون ومية وخمسين على الجوانب وخمسين مليمتر على الفيس تمام خمسين مليمتر خمسين مليمتر على الفيس يعني هنا الفيس اللي هي المنطقة هاي بتاعت الفيس تمام بشكل كامل فانت رح تستخدم عليها خمسين مليمتر المقصود بالفيس انك انت ممكن يعني انت توصل لطريقة مسكرة ما بتكيش تفتحه مثلا للجهة الثانية النفق يعني نفق ما سيكون الو فتحة واحدة ما فيه الو فتحة من الجهة الثانية فبالتالي اخر شي بقد يكون عندك فيس هنا صح؟ هذا الفيس انت رح يجب تعمل عليه شو تكريت تمام يعني ايه خمسين مليمتر بسماكتها ايه بتكون اخر شي تمام ايوه والستيل ستس اكيد رح تستخدمهم رح تستخدمهم بقول لك هنا بكثافة عالية الربس رح يكون عندك كثافة عالية والسبيسينج بينها بتصير عندك 0.75 متر يعني 75 سانتي لسبيسينج تمام ولازم تستخدم ستيل ستس بشكل كبير وهيك انت من خلال الارامار بتعرف السبورت سيلكشن تعرف شو السبورت اللي انت تختار وعشان يعني بس نوضح الستيل ستس عشان يعني تشوفوا احنا وضعناها في المحاضرة السابقة بس نرجع لها يعني كاخر ملاحظة في هاي المحاضرة طيب فعندنا الستيل ستس هاي موجودة بالصور هون كانت هون تمام فهاي الستيل ستس هاي هوا وصلنا هاي هم هذول تمام هذولة الاركس المعدنية تمام طبعا بيناتهم بتحط يعني ريبس تمام هذولة الوصلات فبتحط بيناتهم ايوه بتحطها هذول الستيل ستس فبالتالي انت هذول الستيل ستس بتحطهم ومعبارة عن سببورتز تحتاجهم يوم يكون ارام ار قليل جدا او لكواليتي تحت الصخير قليلة وبس ده هون تكونوا تحت محاضرة اليوم وانشاء الله نلقاكم في المحاضرة القادمة واللي رح نشرح فيها موضوع اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة